وطبعاً فكرة الغش والتلفيق دي متأصلة في الإعلام العربي والمصري بالذات من زمان ودي ثلاث نمازج من الغش والتلفيق لا يصدقوا عقل لكن إعلامنا يقنع به الناس عشان يبرر الإنقلاب العسكري ومدابح ربعة تعالى نتفرج على أحمد موسى لما كان بيقول لكم إن الإخوان دافنوا ناس تحت الكرة الأرضية أو كرة أرضية في ربعة فتكر معايا الهاكس ده في الميدان بدأوا ياخدوا جسس أخرى يدفنوها في تقاطع مصطفى النحاس مع شرع الطيران مصطفى النحاس مع شرع الطيران في هناك في الميدان في كرة أرضية تقريبا أسفل هذه المنطقة دفنين عشرة وما تحركش نفسك وتقول لي فين الكرة الأرضية لأنه أقول لك في حتة وحش شاوي ما أنت اللي سدقت الكرة الأرضية الحقيقة بعد ما وضبوا الميدان لقوها ودوا لحمد موسى الغيتي كمان كان بيقول إن الإخوان هم سبب سقوط الأندلس اسمع الغيتي بيقول إيه سيعلم إن الإخوان المسلمين ودوروا ورايا في الكلام ده كانوا هم سبب سقوط الأندلس أوى الله تاريخ الأندلس أوى الله الإخوان المسلمين اللي بدأوا في العشرنات الفكر اللي انتهى في العشرنات أسقطوا الأندلس من حوالي 900 سنة أو 800 وحاجة سنة الغيتي نفسه الحقيقة فتى فتى يعني حاجة معاصرة بقى وكلم على أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي افتكر معايا كده اللي قالته كلينتون إنه الطيران المصري حلق فوق الأسطول السادس الأمريكي اللي اتحلقت منه عدة بوارج من مقره في نابولي جنوب إيطاليا الطيران المصري حلق وقابدى استعداده للضرب والضفادع البشرية الأبطال العظام المصريين تحت إشراف البطل الفريق مهاب مميش عشان ما هو محدش يعرف الرجل ده عمله ونزلوا تحت البوارج الأمريكية وطلعوا أسهروا طائد إحدى البوارج وكان ساعتها جنرال مصري عظيم مش هقول اسمه عضو المجلس العسكري المجلس العلقات المسلحة أسهل تصل بأوباما وقال له إحنا مش عايزين نصعد لو إنتوا عايزين تصعدوا هنصعد وقال له رسالة السيسي إنه فورا الأسطول يبعد خارج المياه الأقليمية المصرية واللي هنعلن للعالم اللي احنا عملنا فيه أي حجازي طلعت وناس كتير أمريكان كارون سكين في المعتقلات طلعت لكن ترامب نسي يطلع قائد الأسطول الأمريكي حد الوقت نسيه افتكر أي حجازي وافتكر ناس تانية وطلعهم بالضغط على السيسي لكن لحد وقت ترامب مدغتش على السيسي عشان يطلع قائد الأسطول الأمريكي مش بس كده ده الكرة الأرضية أصلا ما لقنهاش لحد الوقت الإعلام المصر الحقيقي أواخد الغش وراسة من أيام عبد الناصر اللي سوألنا طيارات وغواصات وسواريخ ومركبات فضائية على أنها إنجازات وكل ده كان خداع وغش للنظام فاشل خايب الحقيقة ما زاكرش أسباب التقدم بجد وحب يغش الناس ويجذب عليهم فطلعت الأكاذيب دي برنامج الجمهورية العربية لغزو الفضاء اديها بقى غزو مصر التالي الدولة في العالم بدأت المعركة اسقاط تلاتة واربئين طائرة العدو وكلام بقى من ده وطلع وعملنا قطري عدي من اسكنديريا القرى في نص ساعة وغواصة عملناها والرائد صاروخ جديد وحاجات بقى يعني من قام عبد بص قواتنا تتوغل داخل إسرائيل يعني الحقيقة حرارنا القدس سنة سبعة وستين سفينة الفضاء المصرية وكلام من ده كتير جدا من أنواع الغش حضرات برضو أنك تبقى فاشل في إدارة البلد فتطلع تغش إنجازات وتجذب على الناس أنك هتعمل وإنت بتعملش حاجة أصلا عشان أنت مجرد حاكم فاشل زيك زي الطالب اللي كان بيكلم ده من شوية السيسي الفاشل لا يقل الحقيقة عن الطالب ده اللي كان بيكلم من شوية وقالك بلها مذاكرة خلاصة أن الغش في مصر أسلوب حياة وزي ما ممكن تديني الطالب اللي عرضنا الفيديو بتاعه من شوية اللي عايز يسرق مجود الآخرين وياخد حاجة مش من حقه ويغدع أهله والمجتمع محتاجين برضو ندين النظام عسكري فاشل قام من أول عبد الناصر لحد السيسي على الغش والخداع وسرقة إرادة الجماهير والكذب والتلفيق وجريمة الأنظمة دي الحقيقة سنها سرقت الحرية وغشت الناس وكذبت عليهم وده أصل الشرور ورأس كل خطيئة الغشاش يا حضرات مش بس الطالب اللي كان بيكلم من شوية السنة اللي فاتت ده الغشاش هو الخسيس الخاين اللي انقلب على كل الطيرات اللي جابته الغشاش هو اللي بيعدينه وضميره عشان يعود على كرسي الحكم الغشاش مش بس الإعلامي النتن اللي بيقص ويزيور فيديوهات عشان يشوي خصمه الغشاش كمان هو المطبلاتي اللي بيغش في الكلام عشان يكسب منصب جنب عبدالفتاح السيسي الغشاش هو اللي بيدرب تصريحات ينين بيها الشعب عن وباء زي كورونا أو ينين بيها الشعب يا حضرات عن موضوع السد الغشاش يا حضرات طعون بينخر في عظم المجتمع الغشاش فيروس لا ينمو ولا ينتشر إلا في البلاد اللي بيحكمها الطغاة والمستبدين والعسكر